حق الشعب البحريني أن يطالب بحقه كما هو حق جميع الشعوب لكم يبدو هزليا وفائق الإسفاف والتبجح أن يتكلم متهم بجريمة قتل أو يتحدث مستبد عن مفهوم الحرية والعدالة لبل وينادي بحق الشعوب وقد يتمكن من الخروج على الشاشات ويتحدث بما يشاء لكن أرشيف الجرائم باق ما بقيت يد العدالة قاصرة عن محاسبة المتهم نوري المالكي زعيم حزب الدعوة ورئيس الوزراء الأسبق يخرج متحدثا عن حق الشعوب بالتعبير ومطالبتها بالحرية مبديا رفضه سياسة الإقصاء والتهميش لكن سياسة الكيل بمكيالين والموقف ذي العين الواحدة جعل الرجل نفسه يرى متظاهري العراق فقاعة بل دعا إلى إنهائهم قبل أعوام ثم أقدم على قتل العشرات منهم وحرق خيامهم في محافظات الأنبار ومدن الحويجة والموصل بمثل هذه الأيام عام 2013 أنا أعتقد بأن البحرين إذا استمرت في ما هي عليه منذ سبع سنوات في هذه المعاناة والمطالب والردود والعنف أنا أخشى على البحرين أن تنزلق في يوم ما وإن شاء الله لا تنزلق نحو العنف ثم هدد المالكي مملكة البحرين بموجة من العنف ستضرب البلاد إذا تجاهلت المنام مطالب المتظاهرين التي وصفها بالمشروعة مؤكدا رفضه ما سماه السلوك الطائفي وسياسة التمييز والتهميش ضدهم وأحداث البحرين نفسها كما الحال مع سوريا لطالما كشفت عن الحس الطائفي لساسة العراق الجدد وميليشياتهم فهم من جهة يشاركون نظام الأسد قمع شعبه ويدعون في الوقت ذاته شباب البحرين إلى حمل السلاح كما جاء على لسان هاشم الموسوي المتحدث باسم ميليشي النجباء الموسوي قال إن محور المقاومة على حد تعبيره لا ينظر إلى شعب البحرين إلا كجزء منه وعليه أخذ العبر من تجارب العراق ولبنان واليمن ترى أي تجارب يجب أن تأخذ تجربة دولة الميليشيات وحكم مافيات الفساد أم نسخة عن الحرس الثوري يقمع في الداخل ويتمدد في الخارج متخما بالسلطة والمال ترجمة نانسي قنقر